السلام عليكم متتبعي القناة سمعت بكم فيديو جديد هذا الفيديو سوف نعمل في امتحان مادة الرياضيات للمستوى الرابع على القناة سوف توجد مشموعة من النماذج أبطاق في مادة الرياضيات للمستوى الرابع سوف نعمل في عمليات القسمة كما تعلمون فأول درس في الوحدة الرابعة هي عمليات القسمة القسمة الأقليدية السؤال يقول أضع وأنجز العمليات هنا نعمل 95 على خمسة 88 على تسعود 58 على تمانية نقسم 1 لعدد مكون من رقمين على عدد مكون من رقم واحد نعمل 95 المقسوم سوف تضع هنا وتكتب المقسوم عليه 5 هو المقسوم عليه نبدأ نعمل تسعود أصغر من خمسة نقسمها على خمسة كيف نقسمها على خمسة يعني سوف نرى تسعود ما حال فيها من خمسة وتسعود فيها غير واحد خمسة سوف ندروا واحد في الخارج ونضربه في خمسة ونأخذ تسعود ناقص خمسة تسعود ثم تسعود خمسة وتسعود خمسة ونقص من خمسة ونبقى للمقسة ونقسم الخمسة نقص على خمسة ونقص على خمسة نقص على عملية طرح ونقص على صفر يعني الخارج نكتب متساوية القسمة الأقليدية 95 تساوي 5 في 19 زائد 0 نضيف العملية الثانية 88 مقسومة على 9 لا نستطيع أن نأخذ 8 لأن 8 صغر من 9 لنأخذ 8 و80 نضيف العملية الثانية نضيف العملية الثانية 8 ناقص 1 يساوي 7 8 ناقص 8 يساوي 0 نكتب متساوية القسمة الأقليدية 88 تساوي 9 في 9 زائد 7 نسبة العملية الثانية 200 قسم 2 نكتب متساوية 5 صغر من ٥ نزيف العمل comment قد نضيف الثانية بقوم significantly 7 في 8 66 9 دق 예� PST النيف تعد خلال اثنان غير مقسم على 8 هذه المقسمة على شكل باقي ونكتبه 58 مقسم يساوي المقسم عليه مضروف الخارج زائد الباقي 8 في 7 زائد جوج نرى الثمرين الثاني لاحظ الرسم المبياني ونحن أنتج الضيعة من الزيتون المشمش والتين التمثيل مبيان الدائر الذي يمثل إنتاج فواكلي في إحدى الضيعات بإقليم تاونات بالكيلوغرام العنب باللون الأزرق المشمش باللون البرتقالي التين باللون الرمادي والزيتون باللون الأصفر العنب أنتج من 500 كيلوغرام الزيتون 250 كيلوغرام المشمش 100 كيلوغرام والتين 450 كيلوغرام إنتاج الزيتون 250 كيلوغرام العنب 500 كيلوغرام المشمش 100 كيلوغرام والتين 450 كيلوغرام السؤال المولي يقول أقارن ثم أحدد الفاكهة التي أعطت أكبر كتلة فاكهة التي أعطت أكبر كتلة هي العنب لون الأزرق أكثر من الألوان كاملين فيها 500 كيلوغرام فاكهة ليست كتلة سأكتب اسمية للفاكهة العنب أصغر كتلة المشمش أكثر من 400 كيلوغرام أكثر من 400 كيلوغرام العنب واتين كذلك أكثر من 400 كيلوغرام ومشمش وزيتون هذه هي الإجابة على تمرين رقم 2 نمر الآن إلى تمرين ثلاثة فاعدنا العدد العشرية أكتب العدد العشري التالي 4.357 كيلوغرام بكتابات مختلفة قبل أن نقرأ الإجابة سأذكر بالدرس كيف نقرأ العدد العشري؟ 999.999 بالنسبة لتسعود في الوحدات تسعود الثانية في المنزلة العشرات وهنا تسعود في المنزلة المئات أستطيع أن نزيد منزلة الألف لا مشكلة هنا يهمنا في هذا الدرس ما بعد الفاصلة هنا تسعود الثانية بعد الفاصلة تسمى الأعشر ما معنى الأعشر يعني تسع على عشرة بمعنى آخر 0.9 ثم بالنسبة لتسعود الثانية فهي في منزلة أجزاء المئة يعني بحي لقناة سعود على مئة والتي تساوي 0.09 وعندنا العدد الثالث يكون في منزلة أجزاء الألف أجزاء الألف يعني مقسومة على ألف وكتساوي 0.009 نرى المثال نحن لدينا 4.357 أربعة الجزء الصحيح يبقى كما هو زائد ثلاثة هي 0.3 لأنها في منزلة الأعشر خمسة 0.05 لأنها في منزلة أجزاء المئة سبعة 0.007 لأنها في منزلة أجزاء الألف ثم بالنسبة للكتابة الثانية نكتبها الأعداد العشرية على شكل أعداد كسرية 0.3 هي ثلاثة على عشرة 0.05 هي خمسة على مئة 0.007 هي سبعة على ألف سبعة على ألف نحن نمتغل إلى السؤال الخامسة المتعلق بقية قياس المساحة إلى كاري مستطيل وكاري المربع كيف نحسب المساحة المستطيل؟ الآلاقة تقول أن المساحة تساوي الطول ومضروف العرض المساحة المربع إلى كاري لأن المساحة تساوي قياس الضلع لان المربع اضلعه متقايسة اذا نعيد مساحة المستطيل هي كتساوي طول مضروف العرض ومساحة المربع كتساوي قياس الدل مضروف قياس الدل كما قلنا لان المربع اضلعه متقايسة فيش طول العرض فيه كتساوي دلع كتساوي مربع اذا نعوده الطول فيه الحالة 6 سنتيمتر والعرض كتساوي 10 سنتيمتر 6 مضروف جوج كتساوي 12 سنتيمتر في السنتيمتر سنتيمتر مربع لان واحدة الاساسية لقياس المساحة هي المتر مربع أواء 6 سم مربع أواء 10 مربع نavezل خفوة 2 سم مربع ساعة دلع في الضلع الضلع هو 3 سم مربع في السنتيمتر هي السنتيمتر مربع. كذلك نرد البال للوحدة لأنها جد مهمة. مثلا درتي تساعة سنتيمتر ما ريش جيب نقطة. رجب فقط نصف نقطة لأن الوحدة عندك غالطة. ضروري نرد البال للوحدة. ديجاف الدرس درنا أن الوحدة الأساسية لقياس المساحة هي المتر مربع. أعطوك هنا السنتيمتر غدد سنتيمتر مربع. أعطوك هنا المليمتر غدد المليمتر مربع. أعطوك ديسيمتر غدد ديسيمتر مربع إلى آخره. إذا إلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية هذا الفيديو. نلتقي إن شاء الله في فيديوهات المقبلة لإتمام بقية الامتحانات والدروس ولمال الشروع في يعني في إنجاز امتحانات المرحلة الرابعة والأخيرة لهذا الأسدوس باش تتوجدهم لتيسة. وبالتالي الحصول على نقات جيدة. تستوجيكم الله. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة